على كل حال في هذا السياق اقترح الأساقفة على هرقل أن يأتوا بمذهب جديد يحل الإشكال اللهوتي اللي بين الأرثوزوكس المصريين والأرثوزوكس الروم فبدل منقول طبيعة المسيح إيه لأ احنا نكلم عن الإرادة الإلهية أو المونوثيلية وبعدين مذهب جديد ولازم يتعامل حاجة كانت معروفة في التاريخ المسيح اسمها الأناثمة دي مش موجودة في الإسلام يعني من حسن الحظ إنها مش موجودة إيه الأناثمة ده؟ أناثمة كلمة يونانية دي ما تعني اللعنة أو اللعنات إن أنا أجي مثلاً واحد شيعي يسيطر على منطقة سنية فييجي جايب لهم عقدته إن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من عمر بن الخطاب لازم تؤمن بكده فيقول له أمنت بكده يسيبه لو قال له غير كده يموته دي الأناثمة شفنا منها أناثمة بتاعة كيرولوس عمود الدين فظيعة والأناثمة الجديدة بقى دي اللي هي بالمذهب الجديد المونوثيلية اللي بتتكلم عن أو بتوجه الأنظار إلى أو بتعلي من الإرادة الإلهية الوحدة بصرف النظر عن طبيعة المسيح اشتركوا في القناة